طبعا اجتمع الرئيس النهاردة مع وزير الخارجية للاطلاع على النتائج طلع الرئيس على اهم من نتائج القمة الاخيرة للتعادل افريقي واللي تم اختتم اعمالها في بداية الاسبوع اللي احنا فيه في ادس ابابا اثيوبيا شهدت نتائج القمة اتساق مع المواقف المصرية بشكل عام خصوصا فيما يتعلق بمقرات مجلس السلم والامن الافريقي وحالة السلم والامن في افريقيا وارتباط كل ده بمستوى التنمية الاقتصادية في الاقاليم الجغرافية الخامسة للقر طبعا ده بالاضافة الى او عن مقرر لجنة رؤساء الدول والحكومات الافريقية المعنية باصلاح وتوسيع مجلس الامن واللي اكد اهمية الحفاظ على الموقف الافريقي الموحد في هذا الاطار كمان شركة مصر في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الافرقة بخصوص تغيير المناخ واللي شهد اعتماد مقرر يشيد بنجاح مصر في استضافة القمة العالمية كوب 27 للمناخ بشرم الشيخ والنتائج الايجابية اللي تمت من اه اللي تمت تحقيقها من خلال هذه القمة في جمهورية مصر العربية وعلى رأسها انشاء صندوق للخسائر والاضرار